اشتركوا في القناة حيث اعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية فيجب التأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقا للاشتراكات التخزينية وأيضا المرور الميداني على جميع الشوان والصوامع والتأكد من جهازياتها لاستقبال المحصول من المزارعين والمواردين ومن جانبه اعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين ان عملية الترويد بدأت اليوم وقال ان الساعة التخزينية للمحافظة تبلغ 216 الف طن وهو ما يفوق المستهدف للمحافظة حيث بلغ العام الماضي 144 الف طن من الاقماع وهناك عدد 12 موقع للتخزين لهذه الاقماع المحلية داخل محافظة الموفية ما بين شوان وهناجر تابع للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع الى جانب الصوامع التابعة لشركة مطاحن وسط الدلفا قال انه تم استبعاد الشوان الترابية خوفا على الاقماع من العوامل الجوية والانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات تحميها في هذه الاماق ايضا من المعروف ان محافظة الموفية شهدت زراعة 133 الف فدان هذا الموسم ومن جانبه اكد المحافظة على ازالة اي معوقات تعوك عملية التوريد وقال ان محافظة الموفية بتعتبر من المحافظات الاولى على مستوى الجمهورية وتتميز باعلى انتاجية للفدان واكد على ضوابط التوريد وفقا لقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية والهمة داخل جمهورية مصر العربية عزيزي المستمعين هنا المنوفية كان لكم دائما التحية مني محمد سعد عبر راديو زهرة العرب تحياتي